بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصة اليوم اختبار الفصل الثاني في التربية العلمية إذن التمرين الأول ضع صحيح أو خطأ أمام كل عبارة لدينا في حياتي أحداث متعاقبة تحدث في الوقت نفسه الأجسام الفارغة مملوئة بالهواء الجليد ينصهر بالحرارة يمثل الهواء الحالة السائلة بالمادة إذن لدينا أولا في حياتي أحداث متعاقبة تحدث في الوقت نفسه صحيح أو خطأ هنا خطأ إذن في حياتي أحداث متزامنة تحدث في الوقت نفسه وهذا الصحيح إذن لدينا الأجسام الفارغة مملوئة بالهواء صحيح نعم صحيح الجليد ينصهر بالحرارة ينصهر يعني يذوب بالحرارة نعم صحيح يمثل الهواء الحالة السائلة للمادة صحيح أم خطأ خطأ هنا تعرفنا على ثلاث حالات الحالة السائلة الصلبة الغازية أو البخارية إذن الحالة السائلة مثلا لدينا الزيت أو هنا الماء سائل يعني أستطيع صبه إذن لدينا صلبة مثلا لدينا قلم رصاص هنا صلبة لكن الهواء هل أستطيع رؤيته لا هنا لا نستطيع رؤيته أيضا هنا غازية إذن لدينا التمرين الثاني ضع علامة في في الخانة المناسبة إذن لدينا في الجدول المادة لدينا الزيت التفاح الشوكولاتة الحليب الحليب لدينا سائلة صلبة تنصهر لا تنصهر عندما أقول تنصهر يعني تكون صلبة يعني تتحول إلى السائلة هنا تنصهر تذوب تكون صلبة تذوب لا تنصهر يعني لا تذوب إذن لدينا الزيت هنا هذه المادة ماذا أقول سائلة نعم إذن تنصهر أو لا تنصهر يبقى كما هو إذا تعرض للحرارة إذن أقول لا تنصهر لدينا التفاح هذه المادة سائلة أم صلبة هنا أستطيع مسكة تفاحة صلبة نعم إذن إذا تعرض للحرارة هل يصبح سائل لا إذن أقول لا تنصهر لدينا الشوكولاتة الشوكولاتة كما تعلمنا هنا هذه المادة صلبة نعم إذن إذا تعرضت للحرارة تذوب إذن أقول تنصهر لدينا الحليب كيف هو أو كيف هي هذه المادة أستطيع صبها هنا نعم إذن أقول سائلة إذن إذا تعرض للحرارة الحليب هل يبقى حليب سائل كما هو يبقى سائل إذن لدينا سائلة تبقى سائلة إذن أقول لا تنصهر لدينا التمرين الثالث إذن لدينا أوراق الأشجار عوامة قطع نقدية لدينا كرة هنا لدينا الخشب مقص إذن تغوص يعني تنزل إلى القاع تنزل إلى الأسفل تطف يعني تبقى فوق سطح الماء إذن أوراق الأشجار تغوص أم تطف تبقى فوق سطح الماء إذن أقول تطف عوامة هنا تطف أيضا تبقى فوق سطح الماء قطع نقدية تغوص هنا تنزل إلى الأسفل إذن أقول تغوص لدينا كرة كرة كما تعلمنا تبقى فوق سطح الماء إذن أقول تطف فوق سطح الماء لدينا الخشب أيضا تطف فوق سطح الماء لدينا مقص هنا مقص فيماقص حديث إذن هنا أقول يغوص إذن لدينا التمرين الرابع أذكر ثلاثة أجسام تنحل في الماء إذن تنحل يعني مثلا تذوب في الماء إذا وضعتها في الماء تختفي هنا تختفي مثلا أضع هنا لدي كوب به ماء أضع قلم رصاص في هذا الكوب هل يختفي؟ لا إذن هنا أقول لا تنحل إذن بعض المواد سكر لدينا مسحوق الحليب أو غبرة الحليب ولدينا أيضا ملون غذاء هنا إذن هنا سكر أو ملح هنا لدينا سكر إذا وضعته في كاس أقوم بتحريك الماء هنا هل يختفي؟ نعم يختفي إذن هنا أقول تنحل في الماء لدينا مثلا ملح ملح هنا تنحل أيضا إذن لدينا مسحوق الحليب هنا مسحوق الحليب يغيره لون الماء وطعم الماء وأيضا ينحل في الماء يعني يختفي هل يبقى حبيبات كما هو؟ لا لدينا أيضا ملون غذائي هنا أيضا ينحل في الماء إذن هذا كان اختبار الفصل الثاني في مادة التربية العلمية مديت لكم كما طلبتم مني فيما يخص الحالة السائلة والحالة الصلبة أجسام تطفو وأخرى تغوص لدينا تنحل أيضا لدينا في النموذج القادم إن شاء الله سأضع فيما يخص الدروس الأخيرة إن شاء الله إذن إلى هنا أنتهي دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر